ونحن بحمد الله عز وجل لدينا كم كبير جدا 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 من المعلومات هذا اللي نزل أمس تسع دقائق أو كذا دقيقة هو منتخب من ساعات طويلة فوق حيفا يعني هو مش دقائق فوق حيفا ساعات طويلة لكن إذا تعطي لوسائل الإعلام ساعات طويلة شو قد يحطه ما حيحطه قد يسيه هو نقه قاموا الإخوان قال لا نحن من نقه نقه هالدقائق كنموذج وإلا هن الإسرائيلية محتارين قال هذي مسيرات فاتوا من لبنان لا ما فاتوا هذي صغار هذي كبار طبعا آخر فضيحة عند الجيش الإسرائيلي قال لا هو كشفها بس هو ما بده يرميها حتى ما ينزعجوا الناس بحيفا لقاموا عليه اليوم أنه طيب كشفتها ما فيك بعد ما تروح فوق حيفا بعد ما تقطع فوق البحر وهي راجع على لبنان فيك استهدفة لا ترك تتروح قال لا علانين ببعضهم في ناس بده يكحلها عماها شو قال قال لا شو مسيرات وفوتوا مسيرات هول عندهم جواسيس يعني هاي أضرب عندهم جواسيس بحيفا وعندهم هاي الكوادات ها طرحوا عن العرس يعني فهم هذي الجواسيس طبعا بحيفا صوروهن إياهن وبعطوهن على لبنان وبلاد لبنان جمعوهن ومنتجوهن ولزاوهن عال يعني بكرة بس نزل لك نزل لك المقاومة المدينة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة شو حيطلع كمان عندنا جواسيس بالمدينة الثانية والثالثة والرابعة نحنا قبلينين هذا هذا أقوى أن تقول نحنا عندنا جواسيس بيقدروا يصرفوا بهذه الطريقة ويصوروا ويبعطونا الأفلام ونحنا نستلمها والمنتجة ده أحسن ما تقول أنه والله عندنا مسيرة وتسللت وصور على كل حال هذا شكل من أشكال إرباك يعني الإسرائيلي 24 ساعة بده يجاوب بده يرد بده يكحل عمي أميها بكل أحوال نحن لدينا ساعات طويلة عن تصوير حيفا وجوار حيفا وما قبل حيفا وما بعد حيفا وما بعد حيفا ويروح يعمل الأجواءات البدو إياها من في مشكلة هذا الأمر إن شاء الله سيستمر وبالتالي هاي المقاومة تقاتل استنادا إلى رؤية ومعلومات واضحة ودقيقة مش إنه والله نحن عم ندرب صواريخ أكلم ذلك والصواريخ والنزلت في الأراضي المفتوحة قال نعم الكاتيوشة بالنهاية بده يشتلوا كم صاروخ شمال يمين لكن كله عم بيروح على الأماكن المستهدفة المبنية على صوار ومعلومات وإحداثيات داية ترجمة نانسي قنقر